السلام عليكم معاكم ميك الايوم من اكناميت بيبرو تريدر النهاردة ان شاء الله هدي نبزة بسيطة عن الهارمونيك او التداول التوافقي فيه ناس كتير بتسأل على التداول التوافقي او الهارمونيك يعني ايه هارمونيك او تداول التوافقي او بنتريد عليه ازاي بنشتغل بي ازاي هو ببساطة الهارمونيك زيه زي مدارس كتير زي العرض والطلب او آآ الزواج السعرية او ايليوت او او من النمازج اللي بتعتمد على التحليل الفني طيب التحليل الفني عموما بيعتمد على ايه بيعتمد على آآ الماضي او بنشوف حركة السعر في الماضي هو بنتوقع الحركة في من في المستقبل او من آآ الوقت الحالي ده بينتج عن ايه بينتج عن سلوك آآ المتداولين آآ في الماضي كانت ازاي من خوف من طمع آآ شير طبعا عمليات الشيرة وبيع دي بيطلع منها اضماط واشكال بتتكون قدامنا على الشرط بنستخدم احنا الاشكال او معينة وبنبتدي نتريد بيها في الاول آآ حابب اعرف يعني ايه هارمونيك هارمونيك يعني آآ توافق او تناغم بمعنى ان العملية اللي بتحصل في الشرط من اشكال او انماط دي ما بتكونش بطريقة عشوائية لا دي بتبقى آآ فيها توافق وفيها تناغم زيها زي آآ الموسيقى كده مبقاش فيها النغامات بتبقى ومشي وخلاص لأ تبقى حاجة نشايز طبعا نفس الموضوع في الفوركس او في اسواق المال عموما اللي قولك ده بيمشي عشوائي او السهم او الزوج ده بيمشي عشوائي لا مفيش حاجة بتمشي كده مش بتمشوا خلاص بالعكس ده كل حاجة معروفة او آآ ليها ليها نسب او ليها سبب ان هي بتتحرك بالمنظر ده بنعتمد في ايه انا مسلا لو عندي نموذج زي ده المنطقة اللي انا بشتغل بيها زي اشكال مناطق العرض والطلب دي اسمها بمعنى ان هي آآ منطقة الانعكاس المحتملة انا بحددها ازاي المنطقة دي طبعا هنعرفها ممكن في الدروس اللي بعد كده انا نهارده ان شاء الله هندي نبزة مختصرة عن الهارمونيك او ناس تبقى فاهم عني هارمونيك آآ طبعا الهارمونيك فيه اشكال كتير او نماذج كتير زي نموذج ده من قدم النماذج واللي اكتشفه كان اسمه وكان بيستخدمه في الاسواق المال زمان ونموذج الفراشة دول يعتبره من اقدم النماذج ودي اسمها نماذج خماسية اللي هي الجارتلي والفراشة والخفاش والكابوريا او الكرياب والخفاش الممتد والكابوريا العميق والقرش دي اسمها نماذج خماسية بمعنى ان هي بتتكون من خمس نقاط آآ وفيه اي بي اكوال سي دي ده بيتكون من اربع نقاط وفيه الوان تو سري درايفرز ده نموذج آآ بيبقى نادر الحدوث بس برضو بنعتمده وفيه نموذج اسمه زيرو فايف ده ده بيتكون من ست نقاط يعني عندنا اغلبية النماذج بتتكون من آآ خمس نقاط هي طبعا كل اللي بيشوف المنظر ده بيقول الفراشة هو اسم مجازن بنحدده ازاي ده هنشوف بطريقة تانية النهاردة ان شاء الله انا آآ هشرح لكم نموذج بتكون من اربع نقاط اللي احنا قلنا عليه ال اي بي اكوال سي دي ده من اكتر النماذج اللي بتزهر على الشارت او على الشارت قدامنا وسهل جدا في طريقة عمله او من اللي احنا نكتشفه طيب انا لو قدامي شارت فاضي زي ده مفوش ولا خالص مفوش مؤشرات خالص هلحاقدر اشتغل بي هطلع في فرص او امتى اشتري وامتى بي يعني انا شايف السعر كان صاعد بعد كده هبط كده صعد هبط صعد انا اعمل ايه في سوق زي ده او في شارت زي ده طب مبدائيا اللي عشان نشتغل هارمونيك لازم تكون يعني ما يعتبرش ما يبقاش واحد لسه مبتدئ ويشتغل هارمونيك لازم يكون واحد فاهم يكون فاهم يعني ايه اتجاه يعني ايه تصحيح لازم يكون فاهم من بدء دي غير كده هيبقى الموضوع عليه يعني طبعا مش مستحيل بس يبقى اصلا في اتجاه زي ده كان فيه اتجاه صاعد اهو يعني انا حاجة امسك الشرط من النهجة الاخيرة دي كان فيه صعود بعد كده هبط بعد كده صعود. انا عشان ارايح نفسي من اللي انا اقول ده موجة صاعدة وموجة هبطة انا بستخدم مؤشر زي مؤشر الزجزاج. باعداداته الافتراضية. المنظر ده. اهو ايه اللي حصل? ايه اللي شرط بعبارة عن موجات صاعدة وموجات هبطة. طيب انا خليني في في اخر جزء من هنا. في كان في موجة صعدة. بعد كده حصلت صحيح. بعد كده السعر قصر القمة دي وكمل. طيب هل السعر هفضل مكمل على طول? يعني انا انا افترض لانا مشوفتش الجزء ده. يعني انا كان اخري مثلا هنا. وهنا. هل السعر هفضل تطلع شارع على طول? يعني انا هفضل اشتري على طول? طب ام تبيع? ده اللي احنا بنحاول نعرفه بالهارمونيك. انا لما يكون قدامي موجة صعدة زي كده وحصلت صحيح. وبعد كده زي ما قلت كسر القمة. اعيز اعرف منطقة البي ارزي او اللي هي منطقة الانعكاس المحتمل. منطقة الانعكاس المحتمل اللي عشان احددها. انا محتاج. اه فيبو ناتشي. تمام? وي بنسب معينة لازم اضفها. يعني انا عند احنا طبعا عارفين التلاتة وعشرين والتمانية وتلاتين خمسين واحد وستين. بس النسبة زي التمانية وسبعين وستة والتمانية وتمانين وستة. وباقي النسب دي ممكن تكون جديدة عنها شوية. ممكن شايفين زحمة بس بعد كده عينك هتاخد عليه. طيب ازاي بزود نسب. انا بدوس. على الفايبو من منزر ده. كليكت عليه. ودوس كليك يمين. فايبو بوري بيرتس. وبزود النسب اللي مش موجودة عندي في الاية تفترة طيب. يعني التمانية وتلاتين والخمسين واحد وستين. كل دي نسب موجودة عندي. بزود الربعمية تلاتة وعشرين وستة. التمانية وسبعين وستة. آآ التمانية وتمانين وستة. مية سبعة وعشرين. مية واحد واربعين واربعة. والميتين. مية وتلاتاشر. والميتين اربعة وعشرين. والتلتمية. تلتمية واحد وستةين وتمانية. طبعا هم موجودين هم في الفيديو تقدر ترجعوهم خطوة خطوة. تمام? ازاي بزود النسب دي? بسيطة خالص بادوس اد. وبحط النسب بالمنزر اللي احنا شايفينه في الفيديو ممكن ترجعوه تاني وتزودها واحدة واحدة. تمام? طيب. انا كده عرفت ازاي بزود النسب لانا احتاجها في الهارمونيك. ايه الخطوة اللي بعد كده? هارجع للصورة بتاع دي. بيقول لي في نموذج ال اي بي اكوال سي دي. بيقول لي تصحيح النقطة سي من الضلع اي بي. لو كزا يبقى تصحيح النقطة دي من الضلع بي سي كزا. لا ايه الكلام المجعلص ده? انا مفهمتش حاجة. طيب ببساطة خالص انا هبتدي اتعلم ازاي ارقم الشرط اللي قدامي او اه النموذج القدامي. انا عندي دي الموجة. اهي وبالكده حصلت صحيح. لما بارسم من بداية الموجة لاخرها كده او. دي الدلع ده اسمه اي بي. يعني هنا. ده اسمه ايه? وده اسمه بي. تمام? كده سهلة. والتصحيح اللي هو. هصل هنا عند الثمانية وتلاتين. نسبة الثمانية وتلاتين. اسمه سي. طبعا? انا اللي بدور عليه من البوتينشال ريفيرسال زون اللي هي ايه? النقطة دي. دي يا طرح هتكون فين? ده على متل استفهام. نرجع للصورة تاني. بيقولي بقى يقول تصحيح النقطة من الضلع اي بي. لو عند ثمانية وتلاتين واتنين. يبقى تصحيح دي من دلع بي سي مئتين يبقى عند متين اربعة وعشرين. طيب. احنا هنا لقينا التصحيح. سي احي. من الضلع اي بي. عند كم? عند ثمانية وتلاتين. يبقى دي عندي كم? من بي سي عند متين اربعة وعشرين. طيب. ارسام انا ازاي بشيلت الفايب هو عشان الناس مطلوبتش وباجي من الضلع بي لسي بالمنظر ده. وتوقع ان دي عند متين اربعة وعشرين. خابط عندها خط كده. اقول له هعمل حج. انا مستني دي في عند الخط ده. طبعا مش هزي من المسها بالزبط وينزي. انا اعمل ديل كده وراح في الصور اه ابتدى نزل على طول. تمام? هل اخش من المنطقة اللي انحكاس المحتمل على طول? والله دي بتعتمد على عدة آآ عوامل. منها لو مسلا دي انا مسلا افاهم عرض وطلب. ودي متوافقة مع منطقة عرض. يبقى حلو ممكن على لها اردر. لو دي مسلا بشتغل كلاسيكي دي عند مقاومة. يعني دي مقاومة هنا السعر ابتدى ينزل منها. برضو ممكن اعلى اردر. لو انا بشتغل بالبرايس اكشن انا شايف ان ده السعر ابتدى يضعف. لو بشتغل بالآ ديفرجنز هيبقى في على النموذج برضو. آآ اخشها. بس لازم ببقى فيه تأكيد. انا مش بقول ان مش بقلل من الهارمونيك. بس انا لازم اقلل نسبة فشل النمازج يعني. لقيت السعر طالع بقوة يعني عندي الشامعة زي دي. انا مدخلش يعني ممكن يكمل السعر عادي ويفشل النموذج عادي. زي وزي. اي حاجة ممكن طلعت. انا لازم افلتر الفرص بتاعتي. طيب كده عرفنا النمازج بنحددها ازاي. وفهمنا اه والنموذج بنحدده ازاي? طيب لو كانت آآ النقطة سي عند خمسين يبقى يبقى دي عند كام? عند متين. يعني لو كان الدلع ده كان نزل شوية كده يبقى النقطة دي عند متين من الفايبو. آآ كده انا عرفت ازاي بخش. ازاي بحدد النموذج. بقى عندي ازاي اه احط الاهداف بتاعتي والسطوب بتاعي. الاسطوب بتاعي دايما بيبقى فوق اللي بيحصل. بكم نقط فرق مسلا او نخليه خمس نقط او عشر نقط على حسب الزوج والرنج بتاع العملة. تمام? ده اول حاجة. بخلي السطوب بتاعي فوق. المكان ده او لو منطقة عرض ممكن اخليه فوق المنطقة. لان هو ممكن يعمل لديل ومنازل فيها. والافضل الافضل اللي انا اعتمد اغلاق فوق المنطقة. بشمع بنفس الفرق. ولا اقل ولا اكتر. كده عرفنا نسطوب انا فين. اول هدف بيبقى المنطقة النقطة بي. اللي هي النقطة دي. ولازم لازم اخلي في اعتباري ان لو في ترند من النقطة. بس هو النموذج ده مش او ممكن ارسوم طريقة تانية. لازم يعني اواخد بالي لما بيكون في ترند يصعد زي كده. اخلي بالي. ليه? لان ممكن ما يوصلش لاول هدف ممكن هو زي السعر كده يعني انا عندي السعر. لو انا دخلت من هنا بعد ده. كان ستوبي مسلا خمسة وخمسين نقطة او ستين نقطة. هو السعر اتحرك بيه دلوقتي او اتحرك بيه بتاع تمانين نقطة تقريبا. ممكن ينزل هنا يبقى عمال لي مسلا تسعين نقطة. والسعر يقوم كاسر اا او كاسر النقطة دي تاني. ما يجب ليش النقطة بيه. فلازم نخلي بالي من حتة الترند. اما لو قصر الترند ده ممكن يكمل معانا لحد ممكن يوصل بيه يعني ممكن تشوف ارقام كبيرة جدا. فميزة الهارمونيك ان الريسك بتاعه للهدف او للمكسب بتاعه بتوصل لنسب كبيرة جدا. اتنين لواحد تلاتة لواحد وبتوصل لخمسة لواحد كمان. بس لازم زي ما قطل لكم نخلي بالنا من الترند ده. وبنعتمد كهدف اولي النقطة بيه. في حالة كسر الترند هيوصل بيه وهيكمل الهدف تانياجي. قوية جدا. اه اتمنى يكون شرح النموذج بسيط وسهل. ولو في اي اسئلة رسلونا على الاكاديمية. شكرا.